بداية لابد من الاستهلال على هذا الجواب بالقول إلى أن الوكالة الوطنية التابعة لوزارة الأعلام في الدولة اللبنانية هي التي جاءت على الخبر بالقول إلى أن الجانب الإسرائيلي ألقى المنشير فوق الوزاني وأيضا أمر أهلها والجوار كما جاء في النص حرفيا بالإخلاء من جهتنا قمنا بعملية استقراء ومقاطعة مصدر عسكري لبناني أشار بدوره إلى أنه بالفعل حصل صباحا عملية إلقاء للمنشير فوق الوزاني وأيضا باتجاه بعض المخيمات للعمال والنازحين السوريين إذا أخذنا طبيعة البقعة الجغرافية لهذه المنطقة هي عبارة عن تجمعات سكنية لبعض المزارعين اللبنانيين عند الوزاني وعند أيضا تخوم الوزاني ومقابل لبلدة الغجر بالإضافة أيضا إلى عدد من المخيمات للعمال السوريين الذين يقتنون في المنطقة منذ عقود عديدة على قاعدة إلى أنهم عمال موسميون يعملون في الأرض ولكن مع الفترة الماضية وتحديدا مع النزوح السوري باتجاه لبنان ازدادت الكثافة العمالية في تلك المنطقة وأصبح هناك ما يسمى بعملية ازدواجية ما بين العمال من جهة وما بين النازحين من جهة ثانية نعمل بالإجابة على السؤال نعمل على التدقيق بعملية هل بدأت عمليات الفك لأن الكثير من المنطقة والمحلة هي عبارة عن خيام خشبية أو خيام من خيش أو خيام أيضا من الواح حديدية وعليه عملية الفك هي سهلة وسريعة ولكن بالذي جاء في المنشور هو انقسم بدوره إلى جزئين جزء ما هو مكتوب ويدعو إلى عملية المغادرة والجزء الثاني حدد عملية الوقت وأيضا نظم عملية الانسحاب من خلال الأسهم التي وضعها والطرق بالقول عليكم المغادرة إلى ما بعد شمال الخيام ننتظر كيف ستكون العملية على الأرض وكيف أيضا ستكون إن كان عملية الإخلاء هذه أو أيضا سقطت إذن على ما يبدو أن هناك القصف نذهب سريعا إلى هذا الصاروخ نعم أذهب معك سريعا إلى هذا الصاروخ الذي هو وراءنا وفوقنا ممشرة هو دخل بين الغيم يبدو إلى أنه صاروخ اعتراضي لأنه خرج من القاعدة عسكرية عند الحدود مباشرة الصاروخ كما تشاهدون معي في هذه الصور الحية والمباشرة لخط الصاروخ الذي خرج من وراء موقع هرامون عند الحدود اللبنانية الجنوبية وتحديدا في منطقة تعرف بمنطقة هذه حدود أرميش من الجهة اللبنانية الصاروخ خرج من القبة الحديدية يبدو إلى أنه خرج الصاروخ الثاني نذهب سريعا إلى الصاروخ الثاني الذي يخرج في هذه الأثناء هذه الصور أيضا للصواريخ التي تخرج مباشرة نعم على الهواء سنعطي مجال لعملية الانفجارات التي تخرج وراء بعضها البعض إذن حتى الآن ثلاثة صواريخ اعتراضية يا محمود تتحدث عن الآن هذا هو الصاروخ الثاني الاعتراضي يبدو من خلال الصواريخ إما باتجاه مسيرات على الأرجح إلى أنها باتجاه مسيرات نعم لأنه لم يكن هناك من أصوات من الجانب اللبناني لراجمات صواريخ هذا المشهد تكرر اليوم كثيرا محمود بدأ الآن التصعيد من الجانب الإسرائيلي هو بداية منذ ساعة الصباح ولكن المعلومات الآن تتحدث عن أنه إطلاق لصواريخ من الجانب اللبناني باتجاه دوفيف هي معسكر إسرائيلي في المقلب الآخر القبة الحديدية الإسرائيلية تتعامل مع عدد من هذه الصواريخ كما نشير وأيضا كما تشير المعلومات التي تأتي سريعا هي عبارة عن صواريخ أطلقت من الجانب اللبناني باتجاه دوفيف إذن نشير إلى هذه الأخبار العاجلة التي نتابعها مباشرة على الشاشة الاعتراضة القبة الحديدية صواريخ أو مسيرات بحسب إذن حتى الآن صواريخ هي بالضبط على حسب المعلومات هي صواريخ صفارات الإنذار في شمال إسرائيل إذن مراسلة الحدث إطلاق صفارات الإنذار في شمال إسرائيل بحسب ما وردنا الآن ضمن الأخبار العاجلة نعود لك يا محمود هل الأجواء الآن كيف تصفها لنا؟ وتحديداً صفارات الإنذار هي في دوفيف نعم 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 استكمالاً الخبر من الداخل الصفارات الإنذار هي تدوي في دوفيف المعلومات تشير إلى عدد من الصواريخ من الجهة اللبنانية القبة الحديدية الإسرائيلية اعترضت عدد من الصواريخ كما نشاهد ننتظر الآن كيف ستكون هناك أي من رشقات صاروخية إن كان من القبة الحديدية أو أيضاً من الغرات لأنه عندما يكون هناك لإطلاق من صواريخ من الجهة اللبنانية الجانب الإسرائيلي بداية يتعامل معها مباشرة من خلال القبة الحديدية ثم بعد ذلك من خلال القصف المدفعي المركز باتجاه الداخل اللبناني أو بعد ذلك من الغرات الطيران خرج الطيران الحربي الآن بدأ الطيران الحربي بمعنى إلى أن الطيران الحربي هو أصبح فوق المنطقة على مستويات متوسطة كما نسمع من الحربي الذي بدأ بعملية التحليق الآن فوق المنطقة التي نحن نتواجد فيها ونشاهد كيف كانت الصورة أعود معك سريعاً للمشاهد الآن إلى أنه منذ دقائق وعلى الهواء مباشرة دقيقة أو دقيقتين كان هناك مجموعة من الصواريخ أطلقت من الجانب اللبناني وتحديداً باتجاه دوفيف سفرات الإنذار من الجانب الإسرائيلي دوت القبة الحديدية الإسرائيلية وعلى الهواء مباشرة تعاملت مع أول صاروخ ثم تعاملت مع الصاروخ الثاني الطيران الحربي الإسرائيلي الآن يحلق على مستويات متوسطة ومنخفضة فوق الجبهة فنذهب بصورة مسح مع الزميل المصور إلى المواقع الإسرائيلية التي هي أمامنا مباشرة هذا الموقع الذي في المقلة في الآخر هي عداء ثر بالإضافة أيضاً إلى هذه التلال التي نشاهدها نحن خط نار ما بين خمسمائة إلى سبعمائة متر عن هذه البقعة الإسرائيلية ما وراء الخط الأزرق ثم بعد ذلك هذه هي خطوط المواجهة أو ما يعرف بخطوط التماس المواقع هي متوزعة ما يبعد هذه برانيت ثم بعد ذلك باتجاه الراهب باتجاه إلى الأسفل وعيد الشعب سنشاهد كيف ستكون العملية خلال الدقائق القادمة إذن حتى الآن ما يمكن أن تلحظه يا محمود هو فقط حالياً يحدث هو طائرات الطائرات الإسرائيلية تحلق في السماء لا إطلاق لصواريخ اعتراضية حتى اللحظة فقط قبل دقائق كما ذكرنا كان هناك إطلاق صاروخين كما نتابع الآن هل من جديد ما تصفه لنا نعم نتابع الآن هذه المشاهد على الجبهة اللبنانية الإسرائيلية نعم نعم هي من خمس دقائق كان إطلاق الصاروخين من القبة الحديدية وتحديداً فوق الحدود وعند حلة تعرف بقطمون فوق رميش الصفرات الإنذار تدوي في دوفيف الطيران الحربي الإسرائيلي يحلق على طول خطوط المواجهة عاد الحربي الآن بكثافة إلى المنطقة وهو يحلق على مستويات متوسطة ومنخفضة وكان قد سبق ذلك إشارة إلى أنه كان القسف المدفعي يتركز في المقلب الآخر من جهة أفيفيم باتجاه رامية وظهيرة بمعنى إلى أنه وراء هذه التلة التي نحن نتواجد أمامها هي عبارة عن تضاريس لمواقع إسرائيلية وأيضاً لخطوط تماس تحولت في الفترات الماضية إلى أشرس المواجهات على طول هذه الجبهة الطرفان يستعملان ما هو متاح ومباح بالنسبة إلى قواعد الاشتباك من إطلاق لصواريخ كوتيوشا إطلاق صواريخ لقراد إطلاق صواريخ البركان إطلاق صواريخ الكورنت الموجهة الجانب الإسرائيلي بدوره عادة ما يقوم بعمليات طمشيط ثقيلة من جهة المدفعية الـ 155 يستعمل الهيون 80 ثم بعد ذلك يستعمل الهيون 120 أما بالنسبة إلى المدرع إذا فهمنا إلى هذا المركز الذي هو أمامنا مباشرة والذي هو ثكنة برانيت حيث تتركز مدرعات نوع مركبة هي تقوم بعمليات قصف متقطعة ودائماً باتجاه هذه المنطقة التي تشرف عليها إن كان في النهار أو أيضاً في الليل نتابع معك إذن هذه المشاهد المباشرة للجانبين الجنوب اللبناني والشمالي الإسرائيلي حتى اللحظة كما نتابع هو فقط طيران إسرائيلي يحوم في سماء الأجواء بعلو مخفض ومتوسط بعد إطلاق صاروخين من قبل الجانب الإسرائيلي اعتراضين صوب الجانب اللبناني رجحت يا محمود أن يكون إطلاق الصاروخين الإسرائيليين باتجاه مسيارات كونك لم تسمى إطلاق صواريخ من الجانب اللبناني هذا السيناريو وارد جداً نعم هذا السيناريو بداية ربطاً بالوقع الميدانية لأننا في النقطة التي كنا فيها عادة ما يكون هناك إطلاق ونحن نعلم أو نعرف من خلال الصوت الراجمة عندما تقوم بالإطلاق ولكن بالمقابل الآخر نعتمد على تقنيات هي تدلل في كثير من الأحيان على عمليات الميدانية العسكرية على الأرض هذه التقنيات أشارت إلى أن الصفارات الإنذار التي كانت في الجانب الإسرائيلي ما ردها إلى صواريخ أطلقت من الجانب اللبناني وإلى أن القبة الحديدية تعاملت وإن أنت رأيت إلى أنه كانت هذه الصواريخ بارتفاع ما يقارب 1 إلى 2 كيلو متر عالية جداً مما يدلل على أن عملية الإطلاق لهذه الصواريخ لم تكن على حافة الجبهة وإنما أطلقت من مكان بعيد حتى تأخذ هذا المجال الجوي لعملية أيضاً التحليق سريعاً ثم بعد ذلك لتأخذ عمليات الدخول من دون التعرض إن كان للقبة الحديدية أو أيضاً التعرض للطيران أن يتعرض لها الطيران الحربي الإسرائيلي إذن ما نزل نتابع معك هذه المشاهد المباشرة للجنوب اللبناني إذن نعود ونستمع إلى إطلاق قذائف محمود ماذا يحدث من حولك؟ الآن الهدوء الحذر هو سيد الموقف الطقس يبدأ يأخذ منح الشتاء لذلك نرى هذه الغيوم هذا التلبط وهذه الرياح بدأت الأمور تأخذ إلى منح الشتاء هنا على الجبهة وأيضاً نعم سنقي عيناً بطبيعة الحال على هذه الجبهة نعم شكراً لك شكراً جزيلاً لك حتى اللحظة على كل هذه التفصيلات من جنوب لبنان مراسل الحدث محمود شكراً